رمضان يفتح أبواب الخير أين محل لكن قرارات خلية الأزمة المحلية قد حضرت الخير مع مقرراتها التي تلزم المواطنة بالحضر بعد الإفطار مباشرة هذا الأمر الذي يكلف التجار خسارة كبيرة كونهم يعتمدون على تصريف بضاعتهم في شهر رمضان بالنسبة للحضر الموجود الذي بعد الإفطار طبعا مثل ما تعرفون هاي المحلات الألبسة وغير من المحلات اللي شغلها موسمي ودائما يعني تعرف أنت الشغل الموسمي يبدأ ويا العيد ويا شهر رمضان المبارك فهذا يأثر علينا سلبة نهواية تعرف أكثر الناس الموجودين بكاركوك الموظفين الموظفين يزمن الدوام قبل الإفطار يعني يرتاح وبيته يقعد يعني الطلعة ما تراح يكون بعد الإفطار استياء من قبل تجار الملابس وأصحاب المحلات بسبب كساد بضاعتهم عازين الأمر لعدم قدرة المواطن التبضع نهارا فضلا عن عدم مراعاة الحكومة المحلية لهم كتخفيف الإيجار وإلغاء الضرائب الأمر الذي سيكلفهم خسارة تقدر بالملايين وإحنا قبل الرمضان متسوقين وإذا نتسوق ليش للرمضان للعيد وإذا ما فتحنا وراء الإفطار رح نخسر بالملايين والإيجارات ينكتب علينا والكهرباء والمولدة فمدى يخدمنا هذا المشروع فنطالب من الحكومة ونصير منهم ممنونين بأن يرغوا هذا الحضر يرغوا هذا الحضر حتى يفيد الناس من التبضع ومن البيع ومن الشرع يقبل شهر رمضان مختلفا هذا العام فكل شيء بدى رماديا دون استعداد لهذا الشهر الفضيل ففي كاركوك تختفي الطقوس المعتادة بسبب الحضر سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك